ابنى متحدثنا القادم دخل عالم التدريب من أوسع بوابه متحدث مبدع ترك بصمة جميلة وتعلم التفكير الإبداعي وطبقه فجمع بين الخيال والواقع وأنا شخصياً تشرفت حقيقة باللقية به والحوار معه واستضافة في أكثر من برنامج تليفيزيوني عبر القنوات الفضائية حتى أنتج لنا دروس التمييز أو دروس البلياردو للتمييز بالحياة رحبوا معي بالمدرب المبدع فلسه فوزان الحماد حياك الله يا مرحبا نورت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوقت هذا في الغالب يكون وقت ذروة وهبوط فاسمحوا لي أبدأ ببعض قطع البزل سأرميها عليكم وبعدين سنجمعها إن شاء الله حتى تظهر لنا في سلايد إن شاء الله تجتمع الفكرة كاملة أولا تحية لعمر الجريسي جزاو الله خير أنا معلم أنا اليوم شعرت بذاتي على شعوري السابق لأني أفتخر أني معلم دائما وأشياء أول سيرة ذاتية أكتب معلم لأن هذا فخر لي ونفتخر نحن كالمعلمون أن لوحة الشرف أشرف لوحة شرف في كل الدوار الحكومية لأن من في صدرها هم الأنبياء هذا فخرنا كمعلمين الأمر الثاني اللي عندنا نحن كالمعلمون لا يوجد أحد آخر يهدى لها الثقة وتهدى له عقول إلا نحن لا أحد يملكها لذا صور النسخ الموجودة في الحياة كثيرة لأننا كمعلمين دعوني أبدأ معكم ولنا رابط مرتبط مع الأستاذ محمد أصويلح عرفت من اللي حاطط البلك الحمرة جيد بس أنت ويأدري النحار عرفت من اللي محميها دعوني أذكرتم قوة ثلاث قصص له رسالة في موضوعي القصة الأولى أن مجموعة مدمنين أرادوا أن يضع له تجربة إقناعية لهم أن الكحول مضرة فأحضروا إينا فيه كحول وإينا فيه ماء فوضعوا الديدان أكرامكم الله في الكحول فتحللت ثم وضعوا الديدان في الماء فلم تتحلل فقام أحد المدمنين قال أنا اكتشفت اكتشاب أبشر يا جماعة أنه ما في أحد بطنه ديدان هذا الموقف الأول مجموعة مدمنين آخرين عطوهم تجربة أخرى وضعوا إينا برميل فيه موية وبرميل آخر مليان كحول فأدخلوا أكرمكم الله حمار عطشا فجعلوا يذهبوا كما يشاء فتجاوز الكحول وشرب من الماء قشفتوا حتى الحيوانات الحمار ما شرب قالوا لأنه حمار القصة الثالثة رجل كان في مطار يدخن بشراهة يدخن بشراهة فمر عليه شخص مربي أكاديمي فبدأ يتكلم معه بكلام منطقي عالي جدا قال ممكن أسألك سؤال قال تفضل كم تدخن قال عدد كذا قال تدري لو أنك جمعت أموال البكتات وهذه مدت كذا 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 كان صار لك الآن طائرة خاصة بدأ ما تجس جلسة انتظار قال ووعدين قال تشافر على كيفك قال ومطار هذا كله لي ممتاز أتمنى القصص هذه القطع البزل تبقى في أذهانكم سنتية بعد قليل الأمر الآخر كنت أؤمن بحكمة أسمعها كثيرا أن السفن آمن ما تكون على الميناء لكنها لم تصنع لذلك هذه الحكمة ربما كلكم سمعتم من يؤيد هذه الحكمة آمن ما تكون عليه السفن وهي راسية على الميناء لكنها لم تصنع لذلك ممتاز لكن انكسرت هذه القناة عندي في ماذا زلزال اليابان حتى على الميناء ما سلمت لماذا يقول هذا الكلام لن سيأتينا بعد قليل هذه الرسالة هي الأخوة خذها حكمة وقاعدة في الحياة لا يوجد شيء على وجه الأرض شامخ إلا له جذور في الأرض جذور عميقة لا يوجد شيء شامخ فوق الأرض إلا له جذور عميقة تحت الأرض فكرة اللي سأطرحها واللي طرحها الزملائي لها جذور كبيرة أنا بالنسبة لي حاولت تتأملها فوجدتها هذه الثمنيات الثمانة أشياء هي الأولى أن تكون عندك رسالة رسالة في الحياة لو رجعته للمتحدثين السابقين رح تجدون كل واحد كانت عنده رسالة لذا خرجت هذه الفكرة الموجودة عنده رسالتي في الحياة صناعة جيل مسلم إيجابي من خلال أربع خطوات يتعلم يفهم يتدرب ينتج هذه رسالتي في الحياة هل يكتفي ذلك؟ لا لابد أن تكون همك الأول هذه الرسالة بعد ذلك سيأتي ماذا؟ بعد الهم يقين يقين بالله سبحانه وتعالى وعذروني دائما أسأل في المنتقيات أو في المنتقيات كلكم تعرفون الله كلكم تعرفون الله لكن عندما أسأل اسمحوا لي أسألكم من يعرف الله حقيقة؟ حدثوني عن الله تجد كثير من الناس كلمة كلمتين ثلاثة أربع عشر ثم عندما أسألهم عن لعب مشهور أو شخصية عايشها تحرك جسده وتحرك التعبير وجهه وحمر وتحمس أقول صدقني عندما تتحدث عن الله كما تتحدث هكذا ذلك اليوم تستشعر معية الله لك عندما يكون لك يقين ستحتاجه كثيرا في الصدمات عندما يكون لي يقين هل لا هذا يكفي؟ لا ما يكفي لا بد أن يكون عندك ثقة بنفسك ولذا لم يكن عندك فقسة تنهزم من أول ضربة هل هذا يكفي؟ لا نأتي للخامسة هي دقة الملاحظة دقة الملاحظة وسمحوا لي يطبق على الزملاء السابق ويسمحوا ليهم عمر ماذا كان يقول؟ اكتشفت أن هذه التجربة غير صحيحة أنا بحثت أخي محمد لكن وجهت نفسي أنه غير كذا هذه دقة الملاحظة عندما تكون عندك استشعار الدقيق في الملاحظة تستطيع أنك تستنبط وتقنص أي فكرة إبداعية أو أي حل لمشكلة أو أنك تكتشف المشكلة إذا كان ما عندك ملاحظة فلن تستطيع أن تفعل بعد ما تجد الملاحظة هذه يحتاجك تخطيط والتخطيط له برنامج كامل بعد التخطيط يحتاج تنفيذ بعد التنفيذ يحتاج ماذا؟ تجديد يحتاج تجديد وترجع الرسالة مرة أخرى وتطور في نفسك حتى تستمر حتى تموت هذه كمقدمة ثم أدخل إلى موضوع طاولة البلياردو قبل فترة أربع سنوات أو أربع سنوات ونصف صار موضع عند الطلاب عندي في المدرسة قمزير قمزير لعبت قمزير دخلت قمزير أنا ما هي قمزير هذه بعد فترة تعرفت عليه ودخلت إلى القمزير فوجدت بيئة سيئة جدا بعدها صارت موضة البقالات لكن ليست للمواد الغذائية لطاولات البلياردو انتشرت البلياردو دخلت الصلاة إذا هي بيئة سيئة بالنسبة لي أنا لا أرضى أن أكون سفينة على شاطئ المجتمع أنتظر الحلول وقول لها هذه المشكلات الغيري جعلت في نفسي سؤال ما هو كيف أستطيع أدخل إلى هذه الصلاة مطلوب كيف أستطيع أدخل لهذه الصلاة مطلوب يعني يقولون لي أنت تعال بما أنك أنت حريص على تطوير الأفكار حريص على صناعة الذات حريص على تغيير الأشخاص الشباب لا يمكن يسمعونك إذا جيتم في فلسفة هؤلاء الأولين مع أصحاب المخدرات صدقني لن يسمعوك لذا أنت محتاج أن تدخل بطريقة هم يقولون لك تعال فهذا السؤال وجعلته في بادي كيف أستطيع أدخل إلى هؤلاء مطلوب سبحان الله بدأت أعيش الهم المفاجأة سبحان الله بعد تقريباً أسبوعين من السؤال ما اللي حصل أرسلتي دارة التعليم طولة بلياردو إلى المدرسة والله ما طلبتها أنا عندي مركز تدريب تابع لقسم النشاط في دارة التعليم الرياض وهذه جهد يذكر ويشكر 12 مركز تدريبي في 12 مدرسة في الرياض تدربون الطلافية على مهارات الحياة حكوميات كلها كلها حكوميات فأرسلوا لي طاوت البياردو فرحت قلت والله هذا من توفيق الله لكن ما عرف ألعب بلياردو مش المشكلة هل أقف؟ لا ماذا أقف استدعيت أحد الطلاب المميزين في البلياردو قلت ممكن تدربني قال استاد قتي أنت استاذي بدأت أنا ديه استاد استاد عبدالغافور ممكن جاوبي استاد عبدالغافور يا استاد أنا طالبة الحين لا لك فاضل علي فبدأ يدربني في حصص الفراغ على طاولة البلياردو بعد ذلك ماذا اللي حصل؟ وضعت الخريط على طاولتي في المكتب وبديت أرسم خريطة ذهنية لهذه الدروس اللي هي دروس التميز بعد ما بديت أرسم هذه الدروس وجدت أني فيه فيه سلسلة برامج كثيرة استطيع أني أصلها فبدأت أدرب طلابي عليها بدأت أدرب الطلاب على هذه المهارات فالحمد الله ماذا اللي وجدته؟ إن طلابي بدأ يتحدثون بهذه العبارات خطوة الأعمى هذه أحد الدروس كل شيء وقت بدأ يردون على بعضهم أها ضع في عصاك الذكاء هذه عباراتهم فوجدت له أثر فبديت أدرب فجعلت خطوة أفضل من ذلك إن كل طالب أدربه على مهارة يذهب للبيت ويدرب يجيب تقرير حتى أرى الأثر رد الفعل فالحمد الله وجدت أن المشكلة للفكرة صارت مؤثرة جداً على الطلاب فبديت فكرة كيف أوسعها؟ كيف أوسعها؟ فانطلق الكتاب فصارت الفكرة ثلاث مراحل تعليف كتاب تدريب ترجمة لأن الكتاب هذا هو الأول من نوعه في العالم البحث عن الفكرة خلال اللعبين الدوليين حتى أني دخلت في المواقع ما وجدت من هذي حتى الأمير نواف بن فيصل عندما قدم للكتاب قال في مقدمة ويعد هذا الكتاب أسبقية للمؤلف طيب نكمل العرض عرضت الفكرة على الآخرين عرضت الفكرة على الآخرين خاصة المتقدمين من المؤلفين الآن قلتهم أنا أبغى أدرب أنا أبغى ألف كتاب غير مسبوق أبغى ألف للشباب كتاب أجبرهم يقرون الكتاب فجيت الأول واحد وهو الدكتور قلت له هذه فكرة ما رأيك الدكتور قال لي الشباب ما يقرون فأول شيء أول بقس هذا جاء لكني عيبة تصيح قدام الدكتور مشيت فسألته أتمنى العرض يبقى الصور سألته وذهبت لآخر مؤلف قلت له أبغى ألف كتاب فجاني قال لي هو البقس الثاني رحت للثالث نفس الطريقة قال يا أخي ما رح تجد أحد يدعمك الكتب يمصونك ولا ما يأخذونك فشعرت أني أريد أني إيش أسقط فحولت تتمسك حولت تتماسك فما استطعت فسقط لكن لست أن لي سقط هذا هذا اللي سقطت كم فكرة أؤدت بسبب أنها وجدت صدمات كم فكرة قبرت بسبب أنها وجدت تحطيمات لكن أخوكم متدرب عنده قدر على حماية نفسه إذا قالوا لي ما في أحد يقرأ قلت والله لا يجبرهم يقرون إذا قالوا يا ما حديد يدعم قلت أتسلف قالوا لك الناس الوقت هذا عندهم عزوف قلت والله لا أتيبه هذا من أين جبت الكلام ثقة أو يقينا بالله ثم ثقة بالنفس لأن عندي قاعدة ما كان شيء لله يسره الله وسبحان الله انطلقت هذه الفكرة فكتبت عبارة ما هي العبارة الفكرة الإبداعية أمامها ثلاثة أشخاص الأول المغامرون الذين هم من يقتنصون الفكرة لعل العرض يبقى كما هو فالمغامرون يقتنصونها أما المترددون فهم ماذا يراقبونها أما الفاشلون في الحياة فهم ماذا يفرون منها إن لم يحاربوها أي فكرة في الحياة كتبت حكمة أخرى إن الفكرة كالإنسان الفكرة كالإنسان نطفة تحمل ولا تذكر لكنها عندما تلقى يبدأ الاهتمام فيها وتجد العناية والرعاية ويصبر عليها حتى تطم بأطوارها الكاملة فإذا خرجت بدأت تسقى حتى تشتد حتى تبدأ تجلس ثم تدعم حتى تحبو وثم تدعم حتى تتكى على الجدار وتأخذ زمن حتى تستطيع أنها تمشي مترنعة ثم تنطلق ثم تنطلق بعد ذلك يموت صاحبها يموت صاحبها في الأخير خرج هذا الكتاب القاعدة الأولى كانت من أسرار النجاح لكل شيء نظام ثم بعد ذلك ليس كل ما تراه تتقنه ثم بعد ذلك تعلم فليس المرء يولد عالي من هذه الثلاثة الشباب لا يحبونها بعد ذلك لكل شيء وقت وهكذا بدت الدروس فهذه الطريقة ماذا حصل بعد ذلك الرسالة اللي جاءت أن إذا جيك رسالة من شباب الحمد لله سبعة ألاف كلها انتهت خلال السنتين قره ولا ما قره والمقل ثمانين بالمئة من القراءة شباب نجحت الفكرة ولا لم تنجح نجحت ولا الحمد لذا أقولك دائما في صناعة الفكرة الإبداعية الشباب اللي لم تخاطبهم بما يريدون لن يستمعوا لك لذا أقول كن طفلا في الأفكار وشابا في التحدي وراشدا لصناعة الفكرة شكرا لكم